موسيقى عبد الحميد أبازة مساعد وزير الصحة والصحة للأسرة والإسكان صباح الخير يا فاندي صباح النون يا فاندي طبعا النهاردة احنا منتكلم عن فقرة مهمة جدا لكل الشعب المصري لكل مواطن مصري بس في الاول احب اعرف ايه هي الفكرة الرئيسية وراء انشاء الخطوط الساخنة التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة هي الفكرة دي الحقيقة فكرة قديمة يعني بقالها عدة سنوات والفكرة انها هيبقى فيه نوع من التواصل بين الناس او الشعب وبين الجهات التنفيذية ومتخذ القرار وطبعا التلاحن ده مهم جدا لانه فيه ناس كتيرة قوي بتبقى عاوزة تنقل مشكلتها للقيادة السياسية او للمنفذين او للقائمين على العمل ومشلقين وسيلة في اماكن بعيدة في محافظات في اقليم او حتى في القاهرة ومماش عارفين الطريق ازاي فوجود مثل هذا الخط الساخن المحطوط على طبعا يعني سويتش تليفوني كبير جدا وحرك لو شفت الموقع على الطبيعة حاجة الحقيقة تفرح جدا وكمبيوتر ونات ويعني رابط المسؤولين التنفيذين مش بس في قطاع الصحة لا في قطاعات تانية كثيرة جدا المفترض ان تكون متعاونة مع المجلس القومي والطفولة فهي دي الفكرة الرئيسية انه اذا حد وقع في مأزق سواء محتاج نجد الطفل زي ما بنقول او محتاج مشورة طبية خاصة بالاطفال ودي بتحصل كتير قوي لما اسرة تنزعج لحادث ما لطفل مش عارفة تروح فين ولا تيجي منين مش عارفة تروح فين حتى يعني دي برضو نقطة مهمة جدا ثم طبعا قضية المعاقين ودي قضية يعني انا بحتاج منها قضية قومية مهمة جدا صحيح طيب اكيد يعني نتكلم حاجة زي ما احنا قلنا قسمناهم اللي بتدي بخط نجدة الطفل يعني ايه يعني ايه خط نجدة الطفل المفترض نعمل ايه شوف هو طبعا حرك عارف ان في قوانين دولية وفي وفائق دولية مصر موقع عليها ومرتبطة بيها في مجال حماية الطفل وفي مجال عدم الابيوز او الاستخدام الخاطئ للطفل بشكل او باخر فدي بتدي فرصة انه لو حصل هذا الكلام في مكان ما في مصر انه حتى الطفل نفسه لانه كلمة الطفل دي مصنفة لغاية 18 سنة او 17 سنة فممكن الطفل نفسه طبعا لقيت الاطفال يعني بقى فيه فيه عندهم رؤى عالية جدا من الكمبيوترز والنات والكلام ده كله ممكن هو نفسه يتصل بخط النجدة ويشتكي من انه هو تعرض لازمة الماء او اهله يتكلموا ويقولوا ان احنا عندنا مشكلة في الطفل مثلا اتعرض لازمة مع جيرانه ومع الولاد في الشارع مع المدرسة المدرس او اتفر يعني فاحنا بنلجأ يعني القائمين بقى على هذا الخط بيلجأوا للمسؤول يعني لو الطفل ده تعرض لمشكلة في المدرسة بنكلم وزارة التربية والتعليم ونحن فيه وزارات متعاونة بشكل كبير جدا تربية والتعليم اه احنا طبعا نفروض انه المجلس بنصق بين سبع تمن وزارات مسؤولين عن القصة دي كلها التربية والتعليم والتعليم العالي والبيئة والدخلية والقوى العاملة يعني عدة وزارات والوزارات هي متعاونة بشكل كويس جدا كان فيه مكتب او لجنة تنسيقية عليا من وكلاء اول وزارات هذه الوزارات يعني اللجنة اذا ما كنا بنتكلم قبل البرنامج ما اجتمعتش بقالها فترة الحمد لله عملنا لهم اجتماع مؤخرا وعايز اقول لحضرتك انه يعني فيه نوع من الحماس الشديد لدى هذه الوزارات او معظمها ان تتعاون من اجل انجاح هذه الخطوط ومن اجل انجاح مشاريع المجلس القادم من قطفولة بصفة عامية ولكن احنا بيقال انه هي خدمة على درجة عالية جدا من التميز ولكن فيه هنا مشكلة انه نقدر نقول ان المواطن او الشعب المصري كثيرين منهم ما يعرفوش الارقام بتاعة الخط الساخن فهنا بيحصل مشكلة انه نهاردة احنا ممكن نبقى محتاجين لحد يكون يساعدنا فمش عارفين لازم يكون اولا نتكلم عن الدعاية الخاصة بالموضوع ده سنين احب اعرف الموضوع كمراحبة يعني نغضب مراحله مين عادة اللي بيقوم بالاتصال بعد كده بيكون الرد ايه ومين اللي بيرد تمام هو اولا هو مش بيقال انه كويس هو كويس يعني بس دي نقطة في الاول هو فعلا مشروع انا ما كنت شفته الحقيقة قبل كده قبل ما روح المنطقة بتاعة الاسرة والسكان انما لما روحت وزورته يعني تفقدت الاماكن وشفت المواقع التلاتة دول الخدمة الحقيقة حاجة رائعة جدا لجب تفرح يعني يعني حاجة تفرحني كمصري قبل ايه قبل ان اكون مسؤولا يعني فهي حاجة كويسة او فعلا وانت ليك حق انه ما فيش دعاية كافية لها فيه ناس كتير جدا مش عارفاها وكنت لسه بقول الحركة انه انا شخصيا مكنتش عارفا يعني رغم ان انا بعمل في وزارة الصحة منذ زمن طويل جدا انما ما كنتش عارف خطوط دي كنت عارف ان في حاجة خطوط بس هي ايه وازال الاتصال والكلام ده طبعا انت ليك حضرتك انه احنا محتاجين دعاية والبركة فيكم بس هل سيكون ده وسيلة دعاية الوحيدة في البرامج لا 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 هو طبعا اللي بقول الحركة هو فيه شغل كتير قوي بيتم بينزلوا المحافظات بينزلوا القرى بيبلغوا بهذه القطوط احنا هنعمل اعلان يعني نعمل اعلان في الصحف على هذه القطوط هيبقى فيه وسائل كتير جدا ان احنا بس دي احد الوسائل ان يبقى فيه فرصة للتداول الاعلامي مع العاملين حتى في القطاع نفسه عشان يقدروا ييدوا المعلومة دي للناس الخطوات بقى وده مهمة جدا احنا حدرتك انه المواطن او الطفل او اهله او بيتصل بالارقام اللي موجودة وارجو انه هتطلع كان معانا حاليا الخط نجلة الطفل طيب يعني بيتصلوا بالرقام ده ولسه موجود معانا علىها كل حاجة في خصوص يعني المعاقين للمعاقين نجلة الطفل للحوادث او المشاكل اللي تحصل الطفل والمشورة الطبية زي الاسم ما بيقول المشورة الطبية بيردوا ناس متخصصين الحقيقة ومتبرعين انا بس عاوز ااكد عن النقطة دي ده شيء جميل يعني اوي اوي الشباب كلهم الحقيقة وحاجة حقيقة ممتازة بيردوا طبعا باهتمام شديد جدا انا بس عاوز ارجع حتة ثقة بين الحكومة وبين الناس ياريت ان دي مش خط يعني ساخن اه واحد ياخد كلمتين ويقفل الخط وانتهين على كده لا حراك نفسي تشوفوه ده ده لأسف هي دي الفكرة اللي عندها اه لا انا نفسي نفسي يتسجل مع الناس اللي بيشتهبون هيحسب ان شاء الله احسب مني كتير في كلامهم حرك بيطلع على النات مين اللي اتصل وعنوانه او تليفون اللي بيتصل بيه وبعدين بيجيبوا عنوانه وبعدين بيشوفوا ده مشكلته مع مين يعني افرد ان حد بيشتكي ان فيه ناس مثلا بتعمل حريق للرز او دخان او بتاع في البيت القدامهم بيأثر على الطفل او بيأثر عليهم هم حتى زر الطفل احنا بنكلم وزارة البيئة وبنكلم وزارة الداخلية اللي هي في المحيط بتاع بلده اذا كان في حلوان في المعادي في اسكندرية في وات افر المكان الاقرب الاقرب لمكانه بنبلغ الشرطة وبنبلغ وزارة البيئة طبعا فيه جهاز حماية البيئة اللي موجود في المعادي الحقيقة لهم ناس يعني نشطة جدا وعندهم حق الضبطية قضائية فبيتحركوا للمكان اللي موجوده كلام بيقوله حريق ده مش كلام قصة ده كلام واقعي وانا يعني عدت معهم يوم كامل عشان اشوف بيعملوا كده اقول لا عايز اقول الحريق ان فيه استجابة من كثير من الجهات المعنية نقول مثلا اكتر من 60% تعاون وفيه طبعا جهات ما بتهتمش قوي لكن مع الوقت بقى بنضغط والجهات التي لا تتعامل معنا بشكل كويس بنعلى الى مستوى الشكوى عقلهم ضدهم بقى نحن عملنا هوا برضو بيتحرك عايز اولي كل ما بتطلعي كل ما التصعيد فالعمالية ببداية 60% بيبقوا 80% فشيء كويس واحدة بواحدة كده اعتقد ان الأمور يمكن تمشي كويسة طيب دكتور حياتك عايزين بس نعرف تلوقتي هل خط عشان نوضع خط مجدد الطفل هل هو زي ما حيتك قلت في الاول انه ممكن يبقى الطفل مثلا طفلي انا تعبان او عنده مشكلة صحية وانا مش عارف اعمل ايه او اديه فين او روح بيه فين ولا هو ليه علاقة فقط بزي ما حيتك قلت برضو في المقدمة العنف ضد الاطفال او اذا كان طفل نفسه شايف انه هو بيمارس ضده اي نوع انواع العنف سواء الجسدي او النفسي او اي ان كان هو اللي بيكلمه عني احنا عايزين نوضح النقطة لا هو الازمات الصحية لها خط المشهورة الطبية ان انا بتصل بالخط التالت مثلت خطوط في خط اسم المشهورة الطبية ده بتكلم بقول انا ابني عنده ازمة ربوية وبيكوح جامد قوي وعنده يعني مختنق وهو اعمل ايه فاللي موجودين بيبقوا اطباء يعني فيه اطباء من الموجودين في المشهورة الطبية وفي المعاقين نجدة الطفل يمكن مش اطباء فلو هيقدروا يردوا هم حيردوا يقولونه ما اعملوا كذا كذا او توجهوا الى مستشفى كذا ايه ويقوم هذا الخط بالاتصال بالمستشفى عشان مايروحش الطفل المستشفى يقولوا لا مافيش سرايل مش موجود بتاعه فايكلم المستشفى لهم جايلكوا طفل اسمه كذا واذا راح الطفل ولقى فيه مشكلة بيتصل تاني بيقول انا قدام مستشفى كذا ومش عايزيني يقبلوني نفس الشخص يرد عليه يعني نفس الشخص اه اه نفس الشخص وهاي مش فكرة نفس الشخص هي فكرة انه بالزبط كده كل اللي قاعد في القوضة عارف المشكلة زي حيان بخطاتها ريسادة مشاهدين زي خطوط السيرفوس الدليفري نفس الكسة او الخطوط التالي عشان مقرب التشبيه زي بيستشريف قال لما حريك بتطلبي من محل ما وبيتأخر بطلبي مش يمكن مش نفس البني قدم اللي خد الأورد الأولاني هيرود عليك لكن حيبص على الكمبيوتر يلاقي الأورد ده موجود باسم حضرتك حلوة جدا احنا بننتأكد بس من المعلومة لكن خليني برضو اعرف من حلقة دكتور حميد دكتور عبد الحميد انه في حالة ثبوت اي اعتداءات او انتهاكات لحقوق الطفل ايه الاجراءات اللي بيقوم بها المجلس لا هو المجلس الحقيقة بيقوم باجراءات احنا دلاتي بنحاول ان احنا يبقى لنا حق الضبطية قضائية ولكن دي بتحتاج طبعا اجراءات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لكن بدأنا فيها انه الناس بتوع المجلس قام المطفولة يبقى له حق الضبطية قضائية انه هو يتعامل مباشرة مع المقصر انما دلوقتي بما اننا ما عندناش القصة دي فاحنا بنلجأ الى وزارة الداخلية وعايز اقول لحريك ان وزارة الداخلية من الوزارات المتعاونة جدا وزارة الداخلية اه متعاونة جدا لغاية دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي برضو فيما يخص التعاون معنا حقيقة يعني طبعا فبياخدوا اجراء طبعا ضد هذا الشخص او هذه الشخصة الاسائت الى الطفل وفق المواثيق والعقود الدولية احنا مش بنقلف قانون عقوبات او لا احنا عندنا مواثيق دولية فيها عقوبات على الابيوز بتاع الاطفال او سوء استخدام الاطفال او الاساءة للاطفال واحنا ماضين عليها فملتزمين بيها دوليا فبدل ما نستنى بقى جماعات حقوق الانسان وحقوق الطفل والجهات العالمية وتقعد تندد بما يحدث في مصر من عنف الاطفال لا الحقيقة داخليا ووزارة الداخلية ووزارة العدل بتساعدنا جدا في هذا الكلام واذا كان الاساءة دي حصرت في مدرسة وزارة التربية والتعليم بتساعدنا وبرضو من الوزارات التي تساعد بشكل وحبوب هل الاساءة ديات هل هي لها علاقة بس بالاساءة الجسدي ولا نحن مثلا ممكن الاساءة دي كلها مطاطة جدا ممكن يبقى عمالة الاطفال في سن صغيرة ممكن يبقى اطفال الشوارع ممكن اتقدامهم كل ده ما كل ده سوء استخدام محنا عايزين نودى حسنا مشاهدين امتى اكلم نجدة الطفل الطفل له طريقة حياة معينة اذا خرج الطفل عن هذه الطريقة اصبح ابيوز يعني ممكن يكون السوء الاستخدام نفسي ممكن يكون الطفل ده بيتضرب في البيت او عنده مشكلة في البيت او عنده مشكلة في المدرسة فبدأ يتقوقع بدأ يبقى مكتئب بدأ فيه اطفال بيسرقوا زميلهم يعني جوه المدرسة ودول طفل ما اشعارف يعني ايه سرقة ولا بتاع بس هو عنده مشكلة نفسية المشكلة النفسية ايضا ابيوز زي ما حرق قلت اطفال الشوارع استخدامهم في البلطاجة الشحتين اللي في الشوارع في المسافرش الميكانيكا وورش العمل في العمالة الصغيرة كل ما هو كل ما هو موجود في وثيقة الطفل اللي وقعنا عليها ودي محطوطة في حوالي اظن 17 او 16 مادة او بند يعني اذا حاجة من دول حصرت بيتصل